منذ فجر التاريخ وقبل آلاف السنين ما كانوا نكتشفين السل ممبرين أساسا ما صار لنا 200 سنة إن كتشفناه فما راح أقدر أسوي بقدمة درامية نفس جماعتي للأسف بس يعني هم مهم السل ممبرين المحاضرة الأولى بعنوان ممبرين باي لير واللي راح تحكي بشكل تام عن الليبيدز أوف السل ممبرين للليرنينج آوتكمز أو ليرنينج أبجكتبز أولا نتعرف على أنواع الممبرين لبيد نتعرف على مصطلح الأمفيباثيك موليكوز اللي أورد يحنا نكون عرفة ونشرح عملية تكوين الباي لير الشون يصير وليش الباي لير هو هذا اللي تنا باسمه جي صائر عموما الليلنج أبجكتب الثاني نحنشي عن الحركة اللي يتصير داخل السل ممبرين والعوامل اللي يتأثر عليها وظائف البيولوجيكال ممبرينز مننقول بيولوجيكال ممبرينز وليس السل ممبرين اقصد السل ممبرين والأورغنيل ممبرين نحن الخلية عدها ممبرين باي لير وبداخلها العضايات مثل الميتو كوندري هم ما تنقل بداخلها ممبرين خاص بالأورغنيل نفسها الرف اندو بلازم كريتيكولم هم ما تنقل عدها ممبرين خاص بيها وباقي العضايات كذلك جولجي أفيروتوس سمي ماشئات أغلب العضايات عدها غشاء خاص بيها وإلى وظائف محددة لهذه العضاية بس هناك وظائف عامة تشترك بيها العضايات والخلية اللي هنا دني أول يوفر لي Selectivity بالPerminable Ultimal Barrier يعني شنو Selective يعني عبر مواد دون مواد حسب حجمها حسب شحنتها حسب Polarity مالتها وحسب تراكيزها هاي Selectivity شراح توفر لي راح توفر لي تحكم Control of the Enclosed Chemical Environment اللي هي داخل خلية وراها الCommunication الخلية تعرف شدي سرب محيطها بواسطة الممبرين وتحديدا بواسطة الموجودة على سطح السلممبرين Recognition والSignal Generation هنه تقريبا يعني جزء من الCommunication ليش؟ Recognition هي انه السلممبرين يميز اشارة جاية هنا برا سواء هي Signal Molecule يعني هرمون او اشارة عصبية Adhesion Protein هذا الAdhesion Protein موجود بالدم خلايا الدم تكون Circulating قاعد تتحرك داخل الدم مرات احتاج اثبت جزء من عدهن بمكان معين اريد اسوي خطرة او ادي inflammation اريد احرك الWater Blood Cells الى مكان معين فهنه ودي يمشى بالدم اسوي بروتينات معينة بالBlood Vazel من توصر هاي الخلايا او البلايتيتز تشلب بهذا البروتين فنسميه Adhesion Protein لاني سوي ارتبار بيهن كذلك دني شغلوني يصير بواسطة السلممبرين بواسطة الرسبترات راح نتشعنها اكثر بالMOD اليميون surveillance كذلك الWater Blood Cells يعني تتعرف على محيطة على الخلايا الصديقة من العدوة من الضارة من النافعة بواسطة السلممبرين هنا الحاجة انه الخلية استلمت اشارة بس الخلية نفست تقدر تولد اشارة بواسطة السلممبرين هذا الشي اللي سمناه Action Potential هاي الوظائف قلنا هي عامة وعطنا بعض وظائف خاصة مثل الميتوكوندريال ميمبراين اللي يتصير بعملية الOxidative Phosphoridation اللي هي وظيفة الميتوكوندريال الرئيسية كلها تصير داخل الميتوكوندريال ميمبراين زين وعدنا البلازما ميمبراين اللي هو نفس السلممبرين الخارجي يسوي نفس ذنيشة وظائف اللي قلناها قبل شوية وبالناسبة الميتوكوندريال ميمبراين يسوي ذني وظائف اللي اذكرناه مع ذلك هم يسوي ذني يعني هاي تعتبر Specific إذا أما ذني عامات يسوي هنا cells and organelles زين هالوظائف يعني تقريب سلايدات تعداد هلو احنا شغلنا الرئيسيا من structure مع الميمبراين الميمبراين هي عبارة عن amphipathic molecules يعني شنو amphipathic يعني عدة خصائص hydrophic و hydrophobic أو polar و non polar نفس الشي و hydrophobic ممكن أقولها lypophic نفس ثلاث كلمات بنفس المعنى عندي ثلاث أنواع من الليبراين و ثلاثة amphipathic اللي هنا الفوسفوليبد بمجموعة phosphate والقلايكوليبد بغلوكوز أو زكريات بشكل عام والكوليسترول أول نوع من الميمبراين هو الفوسفوليبد سنقسمهم إلى قسمين الفوسفوغليسرايد والسفينجومايلين نبدأ أول مرة بالشرح الفوسفوغليسرايد نحن أخذ نعدل أنه قال لنا they are derived from glycerol 3 phosphate وهذا رح تتجوا و هنرجع لبعدين هذا نبدأين فوسفوغليسرايد بس أنت هذا ما رح تتجمينه شيء من نتباو عليه فخل نجي نفصل من البداية شنو الغليسرول و شنو الغليسرول 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 هو مركب كاربوني تكون ثلاثة كاربونات واحد اثنين ثلاثة خلنا نقوم هنبيل الأحمر واحد اثنين ثلاثة زين كل كاربونة رح تتصل بأتش و منتجه الثانية بهن أو أتش لأنه من اسمه glycerol نهايته شنو أو أل مو أو أل معناها كحول والكحول هو مركب بأو أتش فالقليسرول هو كحول ثلاثي بيتث كاربونات و ثلاثة أو أتش زين من نقول glycerol ثري فوسفيت شنو معناها معناها بذرة الكاربون الثالثة عدي مجموعة فوسفيت من تصله زين وين تتصل الكلسرول بثلاث مناطق فعالة وثلاث مناطق تقدر تسوي أو أصر اللي هنا الأو أتش أقدر أشيل الأتش مع الأو أتش و أسوي أصره و هي الأو فهنا عدنا الكاربونات الثالثة رح نشيل الأتش معلتها اللي بالأو أج وهنا نجي مجموعة فوسفيت الفوسفيت رح نتتبه تجي P-I هي شون ترسم الفوسفيت ترسم في صفورة بالنص وياها أربعة أوكسيجينات من فوق بها أصرات نائية لأنه هو P-O-4 معناها مجموعة فوسفيت بس احنا يعني اختصارا للرسم حتى تصير حوس علينا رح نكتبه H-P-I زين هذا الحتي هل هذا هو الفوسفو غليسرايد ما لاتنا لا هذا السحنين غليسرول E وفوسفيت إذن هذا غليسرول ثري فوسفيت إشون نسوي فوسفو غليسرايد نضيف لليبد نحن لدينا فوسفو حصلنا الفوسفو بقى لليبد مناطق الارتباط الثانية الذني المكانين هم رح نشيل منهن H ونضيف عليهم فاتي أسد فاتي أسد زين نرجع الفاتي أسد هي بحذاتها شنو هي سلسلة كاربونية طويلة مش رط طويلة طبعا يمكن أكو أربعة مدرية اثنين كاربونات ممكن توصل أربعة وعشرين بس إحنا غالبا بالجسم عدنا أكثر الفاتي أسد عدد الكاربون بيهن من ستاعش إلى فانطاعش كاربونا تنرسم هتشي ذرة كاربون آسرة كاربون آسرة كاربون آسرة نطيف هذه هي الفاتي أسد لحد ما نوصل ستاعش واحدة زين واختصارا بدلا ما نفعل سي وآسرة شون يرسموها الفاتي أسد يرسموه هتشي الزيقزاغ الزيقزاغ معنا الخط هذا الخط هذا هو آسرة وبطرف الخط أكو كاربونا والكاربونا قيد بيها اتش تو يعني مننا اتش مننا اتش حتى صير بحوصة الكاربونا زين هسا رفنا شنية الفاتي أسد خلنجن اسمها على البيسر وماراتنا ويهاي الأوكسجين راح تجي يلي فاتي أسد ويهاي ثانية هم أعدي فاتي أسد هنا هل هذا المركب اكتمل لا بعد ما اكتمل ليش لأن الفسفورة هذي تتصل من جه بالأكسجين وتبقى عدها مننا آسرة لازم تصل بشي ثاني حلو بس هذا اللي سويت لحد الآن اعتبره جنرال ستركتشر مال الفوسفوغليسرايد يعني الفوسفوغليسرايد مو مركب حد ذاته هذا يسمى لا هن نوع من المركبات أو فئة من المركبات حلو كلهم بين هذا ستركتشر ثابت بس يختلف بيمن بالمركب اللي راح يجي يرتبط لي بالفسفورو من الجهة الثانية هذا مركب ما ثابت هلو ادي جدو المنطيني هو ها هي الفوسفوغليسرايد ماتي ها هي الـ X الـ Head Group مالته هو المركب اللي راح يتصل بمجموعة الفوسفايد حسب الـ X ماتي اللي هي هادي حسب نوع المركب اللي راح يجي يتصل راح يصير ادي فوسفوغليسرايد محدد يعني من أجه قولا فوسفادي الكولين هذا مركب حد ذاتا محدد انه عدي هذا كوليتا وهي الـ X صار كولين هذا المركب عدي فوسفادي سيرين هذا المركب فوسفادي دي الإيثانولامين هذا والاخر طبعا الاسماء ذني مطلوبة من عندنا ونسب هم مطلوبة راح تجي بس ما مطلوب هذا الرسم ولا حتى هذا الرسم هذا ما مطلوب قا شرحي الفهم بالمناسبة شغلة يعني صراحة ما أوجد المحاطرة بس ما أضيع الفرصة أني أشرحها سامعين بالـ Tris Healy Glycerides اللي هي الدهون الثلاثية هي عبارة عن Glycerol وبي شنو بدال ما عدي هنا مجموعة فوسفيت بالكاربون الثالثة أحجيبا هم فاتي أسد فيصر عدي شنو كم فاتي أسد ثلاثة فأقول Tris Asyl من فاتي أسد Asyl Glycerides Try Asyl Glycerides يعني ثلاثة فاتي أسد مرتبطات بـ Glycerol زيان وقعد Di Asyl Glycerides هذه الفاتي أسد ما هي وعدي هنا أو أش طبيعية هاي صار افتنائيا وعدي بعد أحادية المونو Asyl Glycerides زيان نفهم هنا من نفهم التركيب مع Glycerol زيان نمسح الرسم هسه عدنا ملاحظتين نقطعين الملاحظة الأولى هي إنه الفاتي أسد ممكن تكون saturated وممكن unsaturated زيان نشوف هاي الفاتي أسد ألا عفوا هاي الفاتي أسد saturated الشوك تقول saturated وشوك تلا إذا كانت الأواصر ماتها كل أحادية فهاي تكون فاتي أسد saturated أما إذا كان إذها أصر وثنائية بأي مكان أصر وثنائية بين كربون وكربون يعني هاي تشي صغير عدي مش عدي كربونة هنا كربونة بناتين أصر وثنائية زيان هاي ومتش من الأواصر بأي مكان ومتش من الأواصر شون الفرق ديناتين عندي زيكزاق ماشي بي عدل زيان إذا أصر فاتي أسد أصر وثنائية ما رح أصوي هاي وكمل زيكزاق ماتي لا رح تصير عدلة لا أهلا رح تصير الخط ش رح يصير رح يأتي هاي هاي تشي هنا كربونة وننو بأرجع أكمل زيكزاق بالرسم ما موضحيها بس المفروض تك منها تزيجزاق وراها العدلة هتش تيجي شنو السignificant small king هذي تسوي لي حركة بالفاتي أسد تسوي ليها لوز كأنما أن هذا المنطقة اللي بها أسرة أثنائية صارت مفصل بعدها هاي الفاتي أسد رح تحركي منه ويصدها إذا عشان أدي under saturated fatty acid خلنا نرجع السلل للتعريف أو الحشي اللي هم كاتبي يتكون من Glycerolithyl Phosphate فهمناها Pre-dominant lipids are Phosphatidyl Choline Phosphatidyl Serene Phosphatidyl Lithanolamine و Phosphatidyl Eynostole ذني حسب شنو؟ حسب الhead group أو X-Malitin اللي تتصل بالفوسفيت الفاتي أسد الموجودات بالكاربون أولو الثانية أكثر شي من 16 إلى 18 كاربونة عذا حتش قلناه Maybe saturated or unsaturated ذلاتر present in cis formation كل ما تشوف ذلاتر ما أعرف بها يمكن double T لو واحدة ما أتأكد بس معناها يعني والآخر معناها كان دا يعدد لك فاتشغلة ودا يحكي على آخر شغلة بالجملة ماتة فيقول دلاتر يعني اختصار قصده unsaturated fatty acids يسمون cis formation شنوه cis formation طمان شن دون اسمعها المرحلة الأولى وحتى الثانية ما أعرف معناها بس طلعت بسيطة كلش جيد السيس formation تصير من أدي double bond حلو؟ المراكب عضوي وأدي هنا فاد مراكب أو عنصر إذا كان العنصر موجود نفسه يعني على نفس السايد من double bond أسميه cis formation إذا كان على عكس السايد يعني أسمي trans الشون؟ هيمول double bond ماتة أرسم عليها خط بعض أدني هيدروجينات وإنصارات فينات من نفس الجهة من هذا الخط إذن هذه cis تمام أرسم الخط هنا أرسم الخط هنا شوف الهيدروجينة صغيرة بمكان والهيدروجينة الثانية بمكان فهذا اسميه trans formation هنا عبار عن isomers يعني موكبات عده النفس التركيب الكيميائي بس غير شكل هذا cis وهذا trans جيد يقول لنا أن unsaturated fatty acid من نصاعدة carbon هناك carbon وهناك carbon راح يصر عده الشكل بنفس الجهة الكنكن اللي راح يصر عده من أجي أرسم خط أبع عن هاي carbon بنفس جهة هاي carbon معلومة ما أعرف شنو فادته بالضبط بس مرك وراه ما خلصنا فوسفوغليسرides أكو قلت لكم ملاحظتين الأولى إن أنا عده unsaturated fatty acids ممكن يصيرا بهين double bond الملاحظة الثانية هي شوي mind blowing هذا هو شنو هو فوسفوليبيداية إذا تذكرون نرسم السلم المرين بالسالس نرسم دوائرات و نرسم 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 فوسفوليبيداية دوائرات 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 يمثل غليسرول والفوسفيت والأكسغروب والرجلين اللي نرسم هن سلسلة فاتي أسد ثم ترسم المرين هنا كل دوائرات ترسم هي غليسرول والرجلين عبارة عن سلسلة فاتي أسد ثم ولذلك بعض الرجلين مرات نرسم هنا عوجة شوف الرسم يعني نرسم الرجلين بغير دون ثاني مرات الرجل تجي مرات هتشي هذه الزائل اللي تصير عندنا معناها أنه هذي unsaturated فاتي أسد و بيها هنا بالرسم هذي خط عدل هذي شوية معوجة ليش نعم من تجي دوائرات خلصنا ثم التجو اختلف عن الفوسفو كليسرول الفوسفو كليسرول هل ثقالنا ما هي فئة أو نوع من المركبات لا السفينغو مت 법 humility حال يحل الكولين وبطريق هختلف عن الفوسمكو الفوسمكو إن كذلك ما يبدأ الكاذب سفينجوليبيد مبدئين قبل شوية شن عدنا غليسروفوسفوليبيد معناها ليبيد بغليسرايد وفوسفيت هسه قدم مركبي شبهه اسمه سفينجوسين السفينجوسين ما راح نطبق بتركيبه الكيميائي اللي نريد نعرفه من السفينجوسين انه هو فتمركب اقدر اركب بي فاتي اسد وركب بي فوسفيت بهالبساطة السفينجوليبيدز مو كلية اللي نرى فيفوسفوليبيدز ليش؟ لان السفينجوسين بقبل تيجي بالأو فواحد من الاكس غروبس هيا اصلا بيها فوسفيت اللي هي فوسفو كولين الفوسفو كولين من تأتي هيا تبعد هنا مكان الهيس واي السفينجوسين راح يصير عدي مركب اسمه السفينجو مايلين هو الفوسفوليبيد الوحيد اللي ما بيكليسيرال لان اكون مكان وشنو سفينجوسين أعدي الفوسفوغليسيرايدز دنيا هذا الباكبون ماتن قاع ماجع يعني قاع عيدا حتى خافوا أحد الناصط علينا أوكي فالباكبون بحد ذاته بفوسفيت والفوسفيت يجي بيها الهدغروب وحسب الهدغروب ماتي رح اسمي الفوسفوليبيد والقليسيرو فوسفوليبيد زين السفينجوليبيد لا السفينجوليبيد ما بفوسفيت فممكن يصير عدي هذا مثلا سيرامايد ما مطلوبنا عندنا بس اذا اجه فما عدي فوسفيت في الموضوع عنا عدي هنا اوه قبل اجي بها اكسجروب فأقو واحدة من الاكسجروب بيها فوسفيت اساسا اسميها سفينجومايلين رح يصير تسوي عدي فوسفوليبيد زين تركيب كيميائي هذا ولا حتى هذا بس تعرف اسم المركبات سفينجوسين وش يسمونه وسفينجومايلين هس خلصنا الممبرانيليبيد الاول اللي كان هو الفوسفوليبيد نيجي للغلايكوليبيد ما رح نتعلم بشرحه لان هنه نفس الفوسفوليبيد بس بالاكسجروب بدا لما كان عدي فوسفيت لا رح يصير عدي غلوكوز او مركب سكر يعني معقد مو بس غلوكوز واحدة فالغلايكوجين فالباكبون ماتي ممكن سفينجوسين ممكن غليسيرول عادي نفس قبل شوية هنا هو بالرسم حقنا سفينجوسين وهنا معدي بيفاتي اسد بس الاكسجروب ماتي ليها غلوكوز اذا كانت غلوكوزة واحدة اسميها غلايكوليبيد يصير اسمه سيربروسايد اذا كانت لا مالتمر يعني اكثر من غلوكوزة معقد سكري اسميه غنجليوسايد هذا هو بالنسبة غلايكوليبيد ما رح نتعلم اكثر ثالث مركب الكوليسترول الكوليسترول هذا ما بيباكبون نفس قبل شوية مو نفسها غليسيرايد او سفينجوسين لا هذا الكوليسترول ممكن اسمي يشبه الكوليسترول فلا تخبطوا اللي بينهن تركيب الكيميائي هذا كل شي طويل ممكن يكون بس هو بسيط بس مريد نفهم اشياء انهو بالبداي بي مركبات حلقية كاربونات حلقية باربع حلقات زيان A B C D ورا الحلقة الرابعة راح يصير سلسلة سلسلة كاربونات هاذا الحاجة كليته هو ليبد كليته ستيرويد ليبد يعني لايبوفيلك أو هيدروفوبك نون بولر بس جنو قد بالحلقة الاولى من الكاربونات الثالثة اكو اهم OH الOH بحث ذاته هي قطبية تتصل او تتفاعل ويا الماي ف الOH بولر وهذا الحاجة كليته نون بولر سبعة وشرين كاربونات نون بولر في سر أمفيباتك هذا نارسن 3D هاي الطرف الأحمر هو الOH لونيه باللون الأحمر لأنها بولر وهاي حلقات الكاربون ورا الرابعة صغير عدي سلسلة مو حلقة صح ما مطلوبا عندنا بس يمكن اذكر شفت سؤال علي انو كم حلقة كاربونية موجودة بالكولسترول فالتفاس تعرف لي انو عندك اربع حلقات ABCD واحتياطا انو الOH موجودة وين بالطرف من اول حلقة من الاي الكولسترول وحيتخلل داخل الفوسفوليبيدز هستدني على رسوماتنا ما قبل شوية هذا فوسفوليبيد مالتنا وهذا الكولسترول الرسومات هاي مو حلوة يعجبك من الرسم داخل التركيب الكيميائي الكولسترول بي بولر هيد هذا الاحمر وبي نون بولر بودي راح يتصل بالنون بولر فاتي أسد والبولر هيد راح يتصل بالبولر هيد مال هي الفوسفيت مثل ما موجود بهذا الاصل هاي الدويره هي وهذه الحلقات الأربع مال الكولسترول متصلة الدويره مال بالبولر هيد مال الفوسفوليبيد وباقي البودي وهي الفاتي أسد هذا الشي مهم موين بالديناميكس مال السلما برين اللي هو الليرنج اوبجكتف الثاني بعدين نحكي به بس وفارعني خلصنا حتش من الكولسترول هذا السلايد توزيع نسب أنواع الفوسفوليبيد أو الليبيدس بشكل عامل انواع كولسترول مو بس فوسفوليبيد يمكم هذا القروه بالليرنج اوبجكتف الأول كان رايدنا نتعرف على أنواع الممبرين ليبيدس والأمفيباثيك موليكوز لحظة عفوا اتذكرت شغلة انه البوينت من هذا كل الستركتر اللي نحكيه انه احنا عدنا أمفيباثيك موليكوز بجزء بولر جزء نون بولر بحالة الفوسفوليبيدس الجزء البولر هو الفوسفيت والأكسي جروب مادة والنون بولر هو فاتي أسد بحالة الجلايكوليبيدس كان نفس الموضوع فاتي أسد هي جزء نون بولر والجزء البولر هو جلوكوز أو سكريات بشكل عام سكريات تكون هايدروفيلك فاني عدي بولر نون بولر سأعدي أمفيباثيك موليكول والكوليسترول هذا الجزء من العده هو نون بولر والأوه بولر قلنا هذا الشيء بشارح طبعا بس هسا درجاعي دي اقول لك الفكرة الرئيسية انه المواد الدين عدتين ذني انه بهين جزء بولر جزء نون بولر رجعه مضروريه بس ايه فنرجع لموضوعنا باللير نيكو اكتب كان قال لنا انه نريد نعرف الليبيد بايلير شون يتشكل وليه اش يتشكل يعني تقريبا دي يسأل شنو القوة اللي يتخل لي يتشكل اللي قلنا اذا شمرنا انفيباتيك موليكوز واللي قصدنا بيهن فوسفوليبيد شمرنا اهل بمي راح يكونن واحد من المركبين ياما بايلير ياما بيسال كتر منطقيا عندك هذا الفوسفوليبيد بجزء بولر الاحمر جزء نون بولر الازرق قاعدة بالكيمياء المواد البولر واحد جديد بالثاني يساون اواصر والنون بولر كذلك خذناه بالمجي دي لحه بها هواي بتكوين البروتين نسميه النون كوفولانت بونتز فعموما اذا هسه شمر لك فوسفوليبيداد وكلك تعرض تفليهن وتتتبع هذا القاعدة مع الواصر ش راح تسوي راح تجمع جزئات البولر بجهة والنون بولر بجهة فممكن تجي تقبل تجيب شكوشي نون بولر تشرا سوا اوكي وتسوي بيهن دوارة هاي تكملة تسويه دوارة بحيث الفاتي اسد النام بولر بارت كلهن يتجمع المكان واحد التب هالحال راح تسويلي مثال ممكن لا ممكن نجيب هذا تسويه تسويه وتسوي بيلاير بحيث يكون عندك البولر تسويه تسويه ويش وقت تسويه بره الخلية اش عدي هاي الخلية طبعا جوه هنا عدي خلية وبره هذا انترسليلور داخل خلية عدي سايتو بلاسم السايتو بلاسم السايتو بلاسم السايتو بلاسم من شنو متكون؟ من ماء اغلبه ممكن فوق تسعين ملما فالجزء الوسط اللي هنا يكون بولر خارج الخلية هم بولر تسويه الانترسليلور او الانترستيشال كذلك بولر ويش راح يصير؟ من داخل خلية تتسلط قوة بولر تسحب جزئات البولر اللي هنا ومن بره هم اكو بولارتي راح تسحب جزئات بولر اللي هنا فهذه المركبات المضشرة هذي الجزئة راح تصير عليها قوة منها تسحبها من راس البولر فتجي هتشي تلطش بالبع الجزء هذي راح تجي عليها هماتين قوة تسحب جزئها البولر ما لدي خلب هذا النوم بولر هذا النوم بولر تتنافروا بالدفع فمو بس تسحبها راح تسحبها وتفرها هلو؟ حتتجي تصير البولر ويالبولر هاي هماتين راح تنسحب هتشي هاي هاي نسحبت ونفرد هتشي زين مظل تسحبها هاي العملية كربها ش راح يصير عليك سلمان برين ساخن بني ماذا حتى يدر اصط المهم وصلت للفكرة البايلر يتكون علي مكتوب انه هو الفيفورد يعني غالبا يصير علي ليش لان داخل خلية عدي بولر وخارجي خلية بولر فاجمع الجوش راح تركز علي راح تركز علي تتني الخطوط الزرق اللي هنه النون بولر بارت شوكت اسوي ميسل على هالحاتشي اسوي ميسل اذا الخارج هو 24 يزاع بولر ما عدي بي حاتشي بس اذا داخل الخلية بس هو داخل خلية دائما بولر ما عدي خلية كوجاوه مراتي اصير عدي مو خلية وانما حويصلة تنقل دهون بالانتستنز من اريد امتصى الدهون حتى امتصى من شكل افشنت شو راح يسوي راح اجيب الدهون اجمعهم كل ياتهم هلو اجيب على مركب دهني مركب دهني مركب دهني صار عدي وسط وسط الحويصل ماتي كليته مو مثل الخلية اللي كان داخلها بولر فاش راح يصير هذا الجزء اللي هنه هذا الجزء اللي هنه بولر فما راح نجذب الهنه شو راح يصير راح تجذب النون بولر الجزء الازرق تجيب الهنه دهني اجيب هنه هاي اجيب هاتشي فهنه ما اصير عدي باي لير ليش لان قاعد اجذب النون بولر قبض لان منها عدي نون بولر مولنكيولز او نون بولر فورسز ومن بره بولر فراح يصير عدي طبقة واحدة على شكل دائرة من الفوسفولفيدز اللي هي اسميها الميساو زيال اتمنى ماندعصات هنا راسمنا التركيب الكيميائي الفوسفاتيزيكولين والسفينغومايلين وجوه التركيب الكيميائي مرسوم الخريطي يعني اضمن الشي المهم هنا هو الكنك انو نبعو عليها من صارت هنا عدي اثنين دابل بوند صار عدي كينك بالفاتي أسد هنا الفاتي أسد عدلة جدي انها عدلة زيال عدنا الميساونا قلناها والبيلاير شيت اللايبوزوم شنو هذا اللايبوزوم اذا اجبت البيلاير وطبقتها على نفسها يعني البيلاير تخيلها قاعد تكمل من هنا ويجيبها لتسويلها طاوية طاوية منها وطاوية منها راح يصير عدي اللايبوزوم اللايبوزوم هو تقريبا نفس اللي صارت شمال خلية يعني من برها عديت شي وهذا الجو هاي هاي الدويره هي الساعة البلازم ممكن تجتم تخيل انو مقطع كريدي ومكسوص واني هم تجتم تخيل بس طلعت لا قصد محرفين مفتوحة من الطرف مو ما مكملين الرسم ومكتوب بمصدر شفيت انو اللايبوزوم عبارة عن بيلاير شيت صار بها طاوية احنا المحاضر اصلا ما نطرق لنا الفرق بين عدهن قال لنا انو البيلاير شيت هي مع الخلية قبل نكمل البيلاير بشكل دقائي بشكل دقائي اللي حشينا عنهم بس قبل شوية الهايدروفوبك تيلز راح تجذب ثانية و البولار هدز هم ماتين راح ينجذب ان بواصلة واحدة تجذب ثانية و سطحينها ميجذبهم داخل الخلية و خارجها البولار راح يجذب البولار هدز اللي هو كذلك هاتي هنا الهايدروجن بونز و الهايدروفيليك بونز زين البيوليبيد بيلايرز هاتي ايون من صار عدي هذا الستركتر ما راح اقدر اعبر جزيئات بولار يعني افرط هنا اعدي صوديوم بوتاسيوم اي شي بولار راح يجي يقدر يعبر هذه الدويرات اللي هنا لانها بولار راح يذوب بيها بس يجي يكون يعبر هذا الجسر الاصفر اللي هنا هذا هذا كل تجذيئات ما يقدر يدفع عليها ولا يقدر يذوب بيها فما راح تخليه يعبر راح تخليلي شنو بيئة معزولة المواد متطلعوا طبوا براحتها زين اذا المواد ما طلعتوا من المبرين شوان اقدر اتحكم بهن بعدين راح ناخذ انه هاني عدي بروتينات تخترق الغشاء مع الخليه حتى تعبر هاي الايونات فيصير عبور الايونات عبر البروتينات اما الممبرين نفسه لا ما يعبر ايون زين دايناميكس انليبت باي لير احنا وصلنا للليرندوبشيكت الثاني عدنا اربع انواع من حركة الفوسفولفيت داخل السل ممبرين اول نوع الفوسفولفيت راح يتحرك لاترالي بنفس اللير اللي هو موجود بيها وحركة تكون سريعة يمشي مايكرو متر بالثانية واللي بالنسبة لحجم هاي الجزئات تعتبر فتشي سريع النوع الثاني الفليب فلوب موذمنت او اسميها ترانس باي لير الفوسفولفيت يريد يعبر من طبقه بالباي لير اللير ثانية ها راح تكون صعبة تاخذ وقته باية يعني تاخذ ايام حتى فوسفولفيت يعبر بس من هنا ليش تكون هاتش بطيئة لان عدي هذا الجزء البولر اريد امشي من هنا حتى سوي هاتشي لازم نخليه يعبر هاي المنطقة كليتها وها المسافة نون بولر وحنا قلنا نون بولر مولكوز عدهن المواد البولر ما تخليهن عبران عندها احد بالرسم كانت بلنا انكتالايزد ترانس باي لير وهنا هم انكتالايزد لاترال ديفيوجين ليش كانت بلنا الشيء؟ هو بالمزة ما بتطرق بس بالوثمات الموجودة بس عموما ممكن يصر عدي فد بروتين يسر لهاي الحركة بروتين هو يشيل يشيل الفوسفولفيت منها يوديهن تصير قعدة أسرع من هاي القدر مزين؟ وهذي اللي تاخذ ايام ممكن عدي بروتين من هنا يخلي اللي فدين ينقلب لنا هنا بثانية واحدة طبيعي بس قلنا ما اوذكره بالمزة ما هذي الشيء اذا اكو بروتيني يسر الحركة راح تكون كتالايزد النوع الثالث من الحركة الفوسفولفيت قاعد بمكانه بس شنو؟ تتحرك الفاتي أسد مرته اللي هي نفسه الكنج فورميشن اللي حكينا عنها من يصر عدي دبل بوند تكملت الفاتي أسد بعد هذي دبل بوند راح تكون متحركة وهذا شي سوي موشن زين النوع الرابع من الحركة الفاست اكزير روتايشن الفوسفولفيت يفتر حول محوره ما راح تتحرك من المكانه فتكون سريعة حركات بسيطة وبس تعددتنا أربعة والأوقات مع الفاست لتردد الفيوجين والفلفلاوت موفمينت هم مطلوبة منطينا سؤال بالأخير و بالذي أهمية من لاحظة المنصر الأقابية من الطبيقةпис قوي مع الفكترة و بالضيس Langol تعدد الأقابية و أمستمر الحركة الثالث المنصر الأقابية كنت فورميشن والأقابية سألت Song يعني منه تزود الحركة مع البلازما برين هو يغلدها. ومن نتقل الحركة هو يزودها. نشون؟ نضح للصفحة مع الرسم. من درجة الحرارة تصير عالية راح تبدي هاي الجزئات تتحرك. كل ما حرارة على كل ما حركة اكثر لما الاواصل تبيت تضعف تبيت تكسر. فهذا كل بساطة يوفر لي اواصل اكثر. هذا البولر يرتبط ويالبولر. والنون بولر يرتبط. ويالنون بولر يثبتها. اما من درجة الحرارة تقل بالعكس. الغلاف راح ينكمش. راح تقل حركته. فالتريد تجي تجعل ظني الفاتي اسد مننا. حلو؟ الفاتي اسد تنضرب بالكولسترول راح يعوجها. لان هي اذا كانت أنسيتوريتد فراح يزود الحركة. تقريباً هات تجي. من نتزول درجة الحرارة نعيد. من نتزول درجة الحرارة هو يقلل الحركة. الشوان يرتبطه هو شوضع الطبيعي يعني يرتبطه البولر بالبولر النون بولر بالنون بولر من نتقل درجة الحرارة لا هو يسوي حركة من هي الحركة تقل هو يزولها فيسوي كأنما يعادل للوضعيها هنا خلصنا المحاضرة نقول شكرا